أشهد العميد ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي رئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بالإنجاز الذي حققه المنتخب العسكري لقفز الحواجز بحصوله على المركز الثالث للفردي والفرق وذلك في بطولة العالم العسكرية لقفز الحواجز والتي أقيمت في فرنسا وأكد العميد ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الإنجاز الجديد للمنتخب العسكري جاء نتاجا حقيقيا للدعم الكبير والمتواصل الذي يقدمه جلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه إلى الحركة الرياضية في المملكة وخاصة رياضة الفروسية وأضاف سموه أن المنتخب العسكري لقفز الحواجز قدم مستويات طيبة ومتميزة الأمر الذي يدل على التطور الملحوظ الذي باتت تشهده هذه الرياضة وأكد سموه أن الفرسان الذين شاركوا في البطولة العالمية يعتبرون من خيرة فرسان المملكة ورفعوا اسمه وعلم البحرين عاليا في هذا المحفل العالمي وكان الفارس أحمد منصور قد تمكن من تحقيق المركز الثالث في بطولة العالم العسكرية لقفز الحواجز فيما تمكن الفريق المكون من خالد هلال الخاطري وأحمد منصور وصابر سلمان فرج من تحقيق المركز الثالث على مستوى الفرق وقد حققت مملكة البحرين المركز الثالث في البطولة بينما جاءت في المركز الأول جمهورية فرنسا وفي المركز الثاني البرازيل